موسيقى علي الصقعبي شاب كويتي محترف في رياضة مهارات الكرة والفريستايل طالب يدرس في المملكة المتحدة تخصص طب أسنان القبس الإلكتروني التقت فيه وتعرفت على هذه الرياضة وأهم إنجازاته فيها رياضة الفريستايل هي رياضة وهي فن هي رياضة أنها تتطلب مجهود عضلي وأيضاً هي فن وهذا الشيء مو بديهي إنه الواحد يعبر عن ذاته ومشاعره من خلال الحركات اللي هو يسويها كلوحة فنية موسيقى بدايتي كانت كسرت أشياء بالبيت في كان موقف يضحك كنت أحاول أصور فيديو حق حركة يديدة سويت الحركة اليديدة لكن افتلتت الكرة من عندي وطاحت على المواعين وكسرت المواعين هي فيها أربع أقسام قسم الجراند موز واحد من الأربع أقسام في القسم الأفربودي الجزء العلوي وهو فيه تستعمل الراس والأكتاب والرقبة كل شيء بالجزء العلوي وفيه القسم الثاني اللي هي القسم الأكثر شيوعاً بين اللاعبين الكرة لأنه جزء وايد صعب ورياضين الفريستال يحبون التحدي فهذا جزء وايد شايع اللي هو تنطيط الكرة وانت واقف والحركات اللي تليها وأيضاً فيه ست داون وهو تسوي حركات وانت قاعد بالأرض هذا جزء بعد موجود وفيه جزء يديد وهو جزء خامس وهو يتضمن حركات بهلاوانية مع الكرة علمتني هذه الرياضة أنه الشيء اللي ما أقدر أنا أسوي اليوم مع الوقت والتكرار والدديكيشن أنه أقدر أوصل حق الشيء اللي أنا أبي أوصل له فأنا كان حلمي أن أصرت دكتور أسنان فهذا طور الشيء طورني من ناحية الأكاديمية من إنجازاتي مشاركة بأكس بو ميلان شاركت فيه لجذب الزوار حق جناح الكويت وأيضاً من الأشياء اللي أنا أنجزتها أني نظمت اليوم العالمي حق الفريستايل بالكويت حصلت على ثاني أفضل موهبة على المستوى المملكة المتحدة وهذا يعني شيء يعني أعتز فيه وأفتخر فيه وتم تكريمي يعني من قبل المملكة المتحدة وهو الأفضل أن الواحد يكون عنده جوت عزكم مالله خفيف كرة تكون أصلية وزينة يعني هذا أشياء تفضل بس ما تمنع أن الواحد يكون عنده على أساس أنه تساعده لكن كبداية كل واحد يحتاجه كرة يعني حتى الواحد يبيل عب حافي يقدر العب حافي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا